بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن آخر جزء في خطوات تصميم الكمبايند فوتينج اللي على شكل مستطير اللي هو بارت 9 من شابتر 5 اللي هو الكمبايند فوتينج ألا وهو حديد التسليح طبعا حديد التسليح عشان نرسمه طبعا انت بترسم الأعدة بتاعتك دي لو كانوا عمودين داخليين فيش أي مشكلة عندي حديد طولي وحديد عرضي أو حديد طويل وحديد قصير حديد الطويل بتاعي طبقا لرسمة المومنت لو تبص عليها كده هو المومنت بتاعي عامل كده هتلاقي إن الحديد الرئيسي بتاعي العلوي أهو محطوط علوي هنا اللي هو العلوي دوت اللي هو عشرين فاي مثلا 22 مثلا والحديد التاني بنعمله شوكة هنا طلع عشرين فاي 12 طلع عشرين فاي 16 حسب التصميم للمومنت اللي قدامي هنا وهنا ده الحديد العلوي اللي هو ده تفريده وده شكله في القعدة عامل ازاي طيب الحديد بقى السفلي لا الحديد السفلي قلنا بنحط هنا الحديد مين دوت على المسافة اللي هي مسافة الهيدن بيم اللي احنا خدناه من هنا دي ومن هنا دي ونفس الكلامة خدنا من هنا دي وهنا دي وابتدي اركز هنا الحديد بتاعي اللي انت شايفه اللي هو الازرق دوت ده يبني فين هنا يبني اللي هي الخطوط اللي هي الزرق اللي قدامك هنا واللي هي هنا دي الهيدن بين طيب بقى الحديد دوت بنحط ايه اقل حاجة بنحط خمسة فاي اتناشر في المتر اللحمر دوت اللحمر التاني دوت خمسة فاي اتناشر العلوي كمان يعني شايف السفلي في الاتجاه القصير هنا والسفلي في الاتجاه القصير هنا خمسة فاي اتناشر العلوي كله في الاتجاه القصير خمسة فاي اتناشر مش شغالين ليه عشان احنا عارفين في الاتجاه القصير اتفقنا ان اللوت بتاع العمود نازل كده فالمومنت هيبقى جايب الشكل كده يبقى انا في الحالة ديت الحديد بتاعي هيبقى ماله صفلي هحطه بس الكلام ده فين عند عرض الهيدن بيم اللي موجودة عندي طبعا لازم تترسم الرسمة بسكيل وتحط التفاصيلك ويبقى باقي بس ديك ان انت لو عايز تحط الحديد من العمود والاشاير زي ما تعلمت فيه الايزوليتد من فوتينج ما فيش اي مشكلة شكرا